طالب رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري مايك جونسون رئيس جو بايدن بالاستقالة فورا بعدما أعلن الأخير انسحابه من السباق الرئاسي على خلفية ضغوط شديدة بسبب سنه جاء في بيان لجونسون إذ كان جو بايدن غير مؤهل للترشيح للرئاسة فهو غير مؤهل لكي يكون رئيسا فعليه أن يستقيل فورا وشار إلان المرشح الجمهوري دونالد ترامب لديه الأفضلية الآن للوصول إلى البيت الأبيض بأريحية تامة حيث ستكون هزيمة هاريس أسهل من بايدن لضعف شعبيتها مضيفا أيضا الهزيمة الكبرى في المناظرة مع ترامب كانت سبب رئيسي في انسحاب بايدن من السباق الرئاسي